يسأل عن ما هي عصمة الدماء وما معنى عصمة الدماء في الإسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الإسلام عصم الدماء إلا بحقه يعني لا يجوز الاعتداء على أحد إلا بما ورد في الشرع بما ورد في الشرع وهو حقها فلا يجوز الاستهانة بدماء الآخرين فيقول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم أنظر كم عقوبة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أول جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة ولو أنه لا يوجد في جزاؤه إلا جهنم خالدا فيها فإيه والله كافي لكن أنظر إلى العقوبات لمن تعمد قتل نفس بغير حقها بغير حقها نبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان من خطبته صلى الله عليه وسلم أنه قال خطبة شهيرة إن الله حرم عليكم أموالكم ودماءكم وأموالكم وأعراضكم إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا هذا كان في أكبر تجمع للمسلمين نبي عليه الصلاة والسلام يبين حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال في أكبر تجمع للمسلمين كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا